محطة قطار يوستن هذه شبه خالية من الركاب على غير عادتها مشهد يتكرر في أغلب المحطات بسبب إضراب سائق القطارات الذي أدى إلى تعطيل 60% من الرحلات في إنجلترا امتناع عمل أكثر من 20 ألف سائق في 16 شركة مشغلة للقطارات من جهة وإضراب الأطباء والاستشاريين المشترك من جهة أخرى تزامنا عمدا مع ختام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين لتحقيق أقصى قدر من التأثير السياسي في غياب أي تقدم في مفاوضات رفع أجور وتحسين ظروف عمل المضربين إنهم يواصلون المطالبة بزيادات هائلة في الأجور لا يمكن تحملها واختاروا الإضراب هذا الأسبوع الأمر كله يتعلق بالسياسة الأيام الأربعة للتجمع السنوي لأعضاء ونواب حزب المحافظين طغى عليها تردد حكومي بشأن مستقبل بناء خط قطار فائق السرعة يربط بيرمينغام بمانشستر قبل تأكيد سوناك إلغاء المشروع وضخ 36 مليار جنيه في شبكة المواصلات الشمالية وإعلان عدد من السياسات الداخلية لتحسين خدمات الصحة والتعليم ووقف الهجرة غير المشروعة كما تضمن خطاب سوناك رسالة إلى الخارج أقول لحلفائنا إذا أعطينا الرئيس زيلنسكي الأسلحة فإن الأوكرانيين سيتمكنون من إنهاء المهمة مؤتمر حزب المحافظين رافقته مظاهرات وإضرابات الأطباء وسائق القطارات تسببت في إلغاء مليون موعد طبي وتجاوزت كلفة التوقف خدمات القطارات للاقتصاد مليار جنيه الاستريني ولا مؤشر على نهاية مسلسل الإضرابات ومعاناة الناس منها مصطفى زارو العربية لندن لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة